السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القوة هي الدفاعات والشد التي تحكم كل شيء في الكون حلقتنا النهاردة عن القوة معكم العالم الصوير واحد الجاذبية هي قوة تجذب جسما زي كتلة إلى جسم آخر زي كتلة وكلما زادت كتلة الجسم زادت معها قوة الجاذبة استخدامها الجاذبية تستخدم الجاذبية في توليد الطاقة الكهرمائية ومساعدة السفن الفضائية في زيادة سرعتها فعندما تحلق المركبة الفضائية بالقرب من كوكب فإن كاذبيته تزيد من سرعة المركبة رقم اثنين الاحتكاك هي قوة تجعل حق جسمين ببعضهم من البعض وتجعل هذه بقوة حركة الأجزاء صعبة وأبطأ مثال النعم والخشن يربط بمقدار الاحتكاك بدرجة الخشونة أو نعومة المادتين ومن هنا تزداد كمية الاحتكاك مع المواد الخشنة ومع المواد الناعمة تقل كمية الاحتكاك الاستفادة من الاحتكاك نستفد من الاحتكاك في مكابح السيارات أي الفرامل والعجلات عن طريق جعل المكابح أي الفرامل تحتك بالعجلة أو بكرس منتصل بالعجلة وهذه العملية تبطئ من سرعة السيارة رقم ثلاثة الضغط هو القوة الناتجة عن دفع جسم الجسم آخر واحد الضغط والعمق كلما زاد العمق زادت قوة الضغط اثنين أما عن الضغط والارتفاع كلما زاد الارتفاع قلت قوة الضغط هناك استخدامات للضغط نستخدمه في معرفة الطقس عندما تتغير درجة الحرارة تتغير معها قوة على الأرض تسمى بضغط الهواء فعندما ينخفض الضغط ينتج عنه عواصف ومطار وعندما يرتفع الضغط ينتج عنه طقس مشمس خمسة المغناطيس هو كل جسم يولد حقل المغناطيسية وينتج عن هذا الحقل قوة تؤثر على الأجسام المغناطيسية الأخرى وله جهتان أو كتبان كتب شمالي وكتب جنوبي التنافر عند تقريب الكتبين المثماثنين المغناطيس من بعضهم البعض فالشمال مع الشمالي والجنوبي مع الجنوب فليدفع المغناطيس بعضهما بعيدا أو يتنعفران وعند تقريب كتبين مختلفين للمغناطيسين من بعضهما شمالي مع جنوبه يشدان بعضهما هل تعلم يا عزيزي نشاهد أن كوكب الأرض لديه كتب شمالي وكتب جنوبه والمغناطيس لديه كتب شمالي وكتب جنوبه إذن الأرض مغناطيس كبير ويدل على ذلك أن دوران المعادن في لوب الأرض يصنع حقلا مغناطيسيا لذلك تعتبر مغناطيس كبير أربع الكوة الذرية تعتبر الزرات من أصغر مقونات المادة الموجودة في الكون ولكنها مشحونة بكوة كبيرة وتستخدم في علاج المرضى وتولد الجهرباء من داخل الزرات في قلب الزرة مجموعة متقاربة من النيتونات والبروتونات التي تدور حولها مجموعة من الالكترونات صغيرة في مدارات الالكترونات تحمل شحنة سالبة أما عن البروتونات تحمل شحنة موجبة أما عن النيتونات لا تحمل أي شحنة قسم الزرات عندما يتم إطلاق نيترون نحو زرات يورانيوم فتحرر طاقة وتطلق نيترونات وذلك النيترونات تنطلق نحو زرات يورانيوم أخرى وذي العملية تسمى بتفاعل الانشطار النووي دي كانت حلقتنا النهاردة وفي النهاية هي بداية لحلقات أخرى كان معكم العالم الصغير من كناة دردشة علمية ترجمة نانسي قنقر